اشتركوا في القناة والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم تقوم العلاقات الدولية على اساس المصالح المشتركة بين الدول بعضها البعض لكن تلك المصالح تتنحى جانبا حينما يتعلق الامر بالاشقاء فتسم قيم الوفاء وتعل معاني الاخاء خاصة في اوقات الكوارث والازمات وقد استيقظنا خلال الايام الماضية على خبرين مؤلمين من تعرض دولتين عربيتين شقيقتين لازمتين مختلفتين جعلت مصر طهرع لتقديم يد المساعدة لنجدة الاشقاء ستبقى مصر رغم كل الظروف قبلة العرب حاضنة لهم بشعبها وجيشها في الملمات قبل اوقات الفرح وقد استمع السيد الرئيس لشرح مفصل عن معدات الدعم والاغاثة على يمين نقطة المشاهدة تصطف خمسين عربة اسعاب بينهم عشرين عربة فورت وجهزها عناية مركزة بالاضافة الى تلاتين عربة جزيل للاخلال الطبي امام نقطة المشاهدة والى اليمين تصطف خمسين عربة حوية محملة بمستشفى بيداني بالاضافة الى الاحتياجات الطبية امام نقطة المشاهدة وعلى يسار ويمين قادة العلم تصطف مئة وعشرين معده هندسية للمسامة في إزالة الأسار النتيجة عن الكوارث الطبيعية وإلى اليسار تصطف ميطة عربة حوية محملة بالاحتياجات الإدارية من المهمات والتعينات بحمولة تقدر ألف طن على أسار نقطة المشاهدة تصطف عربات نخلات الأتربة ونخلات المعدات بالإضافة إلى مكينات الكهرباء بالأحجام والطاقات المختلفة ومجموعات روافع المياه كما شاهد أيضا عبر تقنية الفيديو كونفرنس استفاف المعدات والمساعدات الإنسانية بالنطاق المنطقة الغربية العسكرية وكان الفريق أول محمد زكي قد ألقى كلمة أكد فيها جاهزية القوات المسلحة لتطويع إمكاناتها لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في ليبيا بسم الله الرحمن الرحيم ترتبط مصر تاريخيا بأشقاء العرب بروابط الدين واللغة والدم وقد تعرضت دولة ليبيا الشقيقة خلال الأيام الماضية لأعصار مدمر خلف وراءه العديد من الضحايا وتسبب في حدوث حالة من الحزن العارم في كافة أرجاء المدن الليبية ومنذ اللحظة الأولى لحدوث هذه الكارثة وجهت سيادتكم بسرعة تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للشعب الليبي الشقيق فصارعت كافة أجهزة الدولة المصرية لتقديم يد العون والمساعدة للشقاء وعلى رأس تلك الأجهزة القوات المسلحة التي وضعت كافة إمكانياتها البحرية والجوية والبرية لنجدة إخواننا والتخفيف من ألامهم ومساعدتهم على تجاوز تلك الأزمة احنا وتبقى لتوجهات سيادتكم بارح كان لنا سرعة التحرك في استلام وعودة جميع الجسامين المصريين التي توفاهم الله نتيجة هذه الأزمة وعودتهم إلى الأمراض المصرية وتم تسليمهم إلى زاويهم بالأمس بالتعاون مع كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية وتمنى الله جميع المصابين الشفاء العاجل إن شاء الله هذا وقد أعرب السيد الرئيس عن خالص تعازيه في ضحايا الكارثة الإنسانية في ليبيا والمغرب مؤكداً تضامن مصر وتكاتفها مع الأشقاء في ضوء ما يجمع الدول العربية من العلاقات التاريخية وأواصل الإخار بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي في البداية نحن نعزي مرة تانية أشقائنا في المملكة المغربية وأشقائنا في ليبيا وكمان أقدم التعازي لمواطنين في مصر الذين فقدوا في حدث الحدث في مدينة دارنا والمناطق اللي بيلي تعرضت للسيل زي ما تقالت لوقتي إن الجسامين لأبنائنا وتقديم الرعاة الصحية للمصابين تعازية لمواطنين وأسرهم في فقدانهم لزاويهم وأيضاً تمني الشفاء للمصابين أرجو أن نرتب لهم بالتنسيق طبعاً مع وزارة التضامن ونشوف إيه اللي ممكن نعمله مع أسرهم عشان شكل من الأشكال ندعم والمسند مش حانسى أننا نشكر القوات المصلاحة على والدولة المصرية بجميع أجازتها على الجهد اللي تم خلال اليومين دول وعمال التنسيق اللي تمت مع أشقائنا سواء في المملكة المغربية أو في دولة ليبيا لكن طبعاً إحنا يعني لما بيكون بنعمل عمال التنسيق طبقاً لنتائج هذا التنسيق بنبتدي نرتب نفسينا أنا متصور أن أطقم الإنقاذ بتاعتنا تبقى متوقع أن يبقى فيه تحت جسامين ناس ودى والشق الفني من الموضوع أن أطقم البحث والإنقاذ اللي هتقوم بالموضوع ده وتحتاجها تبقى إطراعي ده إذا كان فيه جهد من القوات البحرية لصالح الناس اللي سقطت أو الجسامين للكلام ده طبعاً أشقاءنا في ليبيا برضو قالوه قال أنه فيه جسامين كثيرة أو فيه مفقدين كثير ساقطوا في البحر بشكركم على أن طبعاً لأن المنطقة الغربية أقرب حاجة للحدود الليبية وبالتالي أن إحنا لو فيه معسكر أو اثنين أو ثلاثة مع أشقاءنا لأن العدد اللي هم فقدوا المساكن بتاعتهم عدد ضخم وأكيد يعني هم بتقال فيه أكتر من 20-30 ألف بدون ما وفحنا مع أشقاءنا في ليبيا نساهم معهم بقدر الإمكان في أجاد هذه المعسكرات خلال هذه المرحلة الصعبة لكن الإجراء العاجل دلوقتي أن إحنا نخفف ما أمكن من الآثار النتجة عندي سواء بفتح الطرق والمعابر اللي ممكن تخلي حركة الحركة داخل المدينة أو للمدينة سهل ثم طبعاً عملية إغاثة أو يعني انتشال الضحايا من تحت المباني اللي دمرت أو اللي ممكن يكونوا وقعوا في البحر مش عايز أطيل عليكم أنا بشكركم وأنا كنت متوقع كده وإحنا نأكد أن كل شيء بيتعامل هنا يبقى تبقى لتصور وتخطيط يبقى ده الشكل اللي دايماً بنتحرك به أنا بتكلم أنه إحنا مستعدين دايماً أطقم الإنقاذ المدربة بمهدات متقدمة ده أمر إحنا برضو بنعمله وبنفكر فيه وشغالين بيه عشان نحدث المهدات اللي عندنا بما يترقم مع التطور اللي حصل في الموضوع ربنا ما يجبش شر يعبدًا ولكن يعني لابد هي الناس تبقى أو الدول تبقى مستعدية للتعامل مع الأقدار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها يعني أنا مرة تانية بشكركم وبشكر الدولة وبعزي الأسرنا المصرية اللي فقدت زاويهم وإحنا متابعين الموقف هناك وأي انتشال لجسس لمصريين إحنا هنقوم طبعاً بسرعة نقلهم إلى زاويهم ويمكن فيه إجراء بلتتعامل بما متاح لدينا من بيانات ولو فيه أي حاجة تانية برضو حنبق بسرعة والمصابين على المستشفىات سواء كان المستشفى الميداني دي أو المستشفى اللي موجودة في حملة التارات المستشفى وإحنا أصدنا نبعد معدة قادرة على أنها تدير أزمة من غير ما تكون عبقة على الدولة المضيفة أتمنى أن إحنا نقدم لأشقائنا الدعم ونتمنى لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يتجاوزوا هذه الأزمة الكبيرة أشكركم مرة تانية متشكرين شكراً جزيلاً كُلُّ أَخِي عَرَبِي أَخِي شَرَفُ نَمِي وَهِوَانِي فَكِمَا حُلَى وَعَدَهُ نَمِي كَانَ أَخَى الْأَحْرَارِي